إني أنسى سريعا جدا الذي سمعته فبداخل رأسي لا يوجد فرق كبير بينما سمعته توا وبينما سمعته منذ وقت طويل جدا جدا لذا فأنا أفهم الأشياء ولكن طريقتي في تذكرها تعمل بطريقة مختلفة عن أي شخص آخر فأنا أتخيل أن ذاكرة الشخص الطبيعي مرتبة باستمرار مثل الخط بيمن ذاكرتي مثل بركة من النقاط فأنا دائما التقط هذه النقاط عند سؤال الأسئلة حتى أسترجع ذاكرتي المتمثلة في هذه النقاط ولكن يوجد سبب آخر لتكرار أسئلتنا فهي تساعدنا على تشغيل كلماتنا فنحن ليس جيدون في المحادثات ومهما حاولنا فلن نستطيع التحدث بدون جهد مثل ما تفعل أنت والاستثناء الوحيد الجيد هو حصيلة الكلمات والجمل التي نألفها فتكرار هذه يعد مرحا كبير فهي مثل لعبة التقاط الكرة على عكس الكلمات التي يطلب منا قولها فإعادة سؤال نحن نعرف إجابته مسبقا يكون متعة لنا فهو لعب بالألحان والأصوات ترجمة نانسي قنقر